عشاق الأوبرا عشاق الفن الراقي عندكم موعد يوم السبت 30 جوان بالمسرح الروماني بالجم ويوم الخميس 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج مع عرض فخم عيدة لجوزيبي فيردي عيدة من أكبر العروض الأوبيرالية لفيردي وهي لحنت خصيصا وبطلب من الخديوي إسماعيل بمناسبة احتفاليات تدشين قناة السويس اللي ميز هذا العمل اللي باش تتفرجوا فيه أنه كونه إنجاز إنجاز قاعد يصير بالشراكة ما بين فنانين التونسيين وإيطاليين الأطراف اللي تشيرت فيه العرض أوركستر أوبرا تونس الأوركستر السنفوني التونسي مسرح لانتلوليو ترابانيزي وهذه الشاركة في التنفيذ الأوركسترالي بين العناصر التونسية والعناصر الإيطالية وشراكة في الإنشات بين الأصوات أوبرا تونس وأصوات لوليو أنت دي تراباني وشراكة في الرقصين فما رقصين من تونس قاعد يقعد تدريب امتاحهم حاليا اللي هم لكل أطراف هذي باش تشارك في هذا العرض الشراكة الأخرى قاعدة تصير زادة على سعيد إنجاز الدكورات وإنجاز البلابس اللي هي لكلها قاعدة تصير بكفاءات تونسية إيطالية في مدينة بنزرت الموعد متاعنا هذي باش يهزنا في عرض فخم طوله ساعتين ونص ساعتين ونص باش يحملونا في العصور الفرعونية باش يحكي ولنا قصة الأميرة عايدة الأميرة الأثوبية اللي تحت في العبودية واللي قصة عشق مبين هوا مبين ضابط في جيش فرعون في عصر حرب مبين الزوز دوال